الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته آمين اللهم آمين طالوت وجالوت قصة من قصص القرآن الكريم وفي هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى نستعرض سويا وسريعا أحداث هذه الخصة لننظر فيها ونستخرج ما يسر الله لنا من عبر ومن عظا يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ألم ترى يا محمد إلى الملأ والملأ هذا اللفظ يأتي في القرآن كثيرا والمقصود به وجهاء القوم علية القوم الوجهاء الوزراء نلبي يطلق عليهم في القرآن الملأ والملأ غالبا ما يوصف بالكبر ويوصف أحيانا بالكفر أيضا خلاص وقال الملأ الذين كفروا الذين استكبروا هكذا يوصف الملأ غالبا في القرآن الكريم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل وذكرنا في حلقة مضت أن بني إسرائيل جاءت قصص كثيرة تحوي أخبار هؤلاء وهم كانوا أناسا عجبا حقيقة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى عليه وعلى نبينا السلام قيل من بعد موسى أي في زمان يوشع ابن نون عليه السلام قال ذلك قتاده وقال السدي هذا النبي اسمه شمعون وقال بعضهم هو أشمويل والعلم عند الله عز وجل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وفي قراءة يقاتل في سبيل الله أي ونحن من ورائه قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا أنا خايف أن يكتب عليكم القتال ثم لا تقاتلوا لأنه فعلا عارف بني إسرائيل وعارف طبيعة بني إسرائيل بني إسرائيل أنجاهم الله عز وجل من فرعون ومن جنده ومن اليم ثم عبروا إلى الجانب الآخر فرأوا أقواما يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها من الذي أنجاكم يعني فكانوا حقيقة أمة أمة عجبا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا أنا شاكك فيكم خايف يفرض عليكم من قبل هذا النبي هذا الملك الذي سيأتي فلا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قالوا لا هذا أنت بتكلم رجالة أنت بس شوف لنا ملك ويلا نقاتل وإحنا جاهزين وبعدين إحنا لماذا لا نقاتل في سبيل الله إيه المانع يعني وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وطبعا قيل أن الذي قال هذا الكلام لم يخرج حقيقة وإنما هناك أسرى وهم يريدون استعادة هؤلاء الأسرى الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا بالفعل يعني أول ما كتب عليهم القتال وفرد هربوا كما سيأتي معنا في أحداث هذه القصة تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكها نبيهم لماذا لم يقاتل هو ده سؤال ممكن يسأله حد يقول لك طب هو ليه النبي ما قتلش فنقول جرت العادة أن يكون الملك في صبط من الأسباط والنبوة في آخر يبقى الملك في صبط فلان والنبوة في صبط فلان لم يمتزج إلا لداود عليه السلام أول ملك النبي هو داود عليه السلام وداود عليه السلام قاتل مع طالوت كان في جيشه أيضا كما سيأتي أما قبل ذلك فهذا نبي وهذا ملك لا يكون ملكا نبيا وهذا سر طلبهم ابعث لنا ملكا لأنهم عارفين أن النبي بتاحهم أو النبي الذي أرسل فيهم لن يقاتل خلاص فهو قال لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا من طالوت إزاي بعدين خلي بالكم من حاجة مهمة إنه ما قال لهمش طب فلان ملك لا 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 إن الله قد بعث دا مش أنا اللي عينته ولا أنا اللي قلت إنه يبقى ملك عليكم لا إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا طالوت إزاي دا ما يستحقش يكون ملك علينا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه طب ليه مش واحد مننا إحنا أولى منه خلاص ولم يؤتى ساعة من المال هو من الواضح إن يعني إيه تزوج المال والسلطة دا قديم فقير يبقى لا يستحق يعني سبحان الله هذا في نظر كثير أن الفقير لا يستحق شيئا وهذا من العجب وهذا من العجب المال رزق من الله عز وجل إن كانت الناس بتنظر للغنى والفق في مسألة النقود فقط أو الأموال فقط حتى لو واحدة متقدم لها واحد غني يعني فاسد وفقير صالح فتاخد الغني ليه يعني يقوله الله بكرة ربنا يهديه ما تخذ الفقير الصالح ده وغيز بكرة ربنا يغنيه ومعه فلوس يعني خلاص لا نظرة الناس مختلفة للفقير يعني حتى قال حتى قال أحد الشعراء حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابها فهم قالوا ده فقير إزاي يكون ملك تبوهي الملك والقيادة بالفلوس لا لا والله أبدا أبدا لم تكن كذلك ولا ينبغي أبدا أن تكون كذلك قالوا ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بستطا في العلم والجسم المعايير الحقيقية اللي هيقيم بيها الإنسان لن يقيم لا بشكله ولا بماله الذي قد يذهب ويجيء يعني مثلا واحد عنده ما شاء الله تبارك الله عمارة كبيرة مثلا مثلا بملايين ويبيع شواء ومأجر شواء وعامل مش عارف إيه وبتاعه محلات تحته كده فجأة ولعت من مليونير كبير جدا لرجل عليه قضايا ليه؟ عايز يدفع تعوضات للناس دي كلها ولا يملك شيئا وبعدين هناك أرزاق أهم من مسألة المال فالمرء لا يقيم أبدا لا بماله ولا بنوع ساعة يده ولا سيارته التي يركبها ولا أين يسكن لا المرء لا يقوم هكذا أبدا قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بستطا في العلم والجسم ونرى هنا أن العلم سابق للجسم خلاص لأن العلم أهم العلم أهم فهذا رجل على علم زد على ذلك أنه قوي فهذا رجل قوي وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت عالم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بستطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم إياك تنظر لواحد القلدة ما يستحقش لأنك هكذا تخطئ في حق الله عز وجل الذي أعطاه إنت مين أنك يستحق ولا لا يستحق عرفت منين أنت لا تستطيع أن تحكم على نيتك أنت يعني لو أنت بتصلي ما أنتش عارف إن كنت مخلص ولا لا ثم تحكم على الآخرين وتوزع أو تريد أن توزع أرزاق الله على العباد فلن دا يستحق يوصل فلن دا ما يستحقش فلن دا يستحق الفلوس فلن دا ما يستحقش فلن يستحق الولد فلن ما يستحقش يا أخي سبحان الله من أدراك كان في الزوايا خبايا وكان في الناس بقايا وقال لهم النبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين التابوت كان فيه عصى موسى ورداد الألواح وكان فيه عمامة هارون وعصى وقيل كان فيه بعض المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل روايات وكانت بنو إسرائيل تستفتح بهذا التابوت على عدوها لما يكون في حرب ولا حاجة تقوم تجيب التابوت تضع أمامهم فتخرج منه ريح أو صوت فيستفتحون بذلك على الأعداء فهذا التابوت أتى العماليق وأخذوا التابوت من بني إسرائيل خلاص فهذا التابوت الذي قد أخذ منكم وفقدتم به خيرا كثيرا سيأتيكم تحمله الملائكة كل هذا إنما هو آية لكم في أن أو تدل على أن طالوت قد أصبح عليكم إي ملكة وفي الفعل أتى التابوت أمامهم طبعا تحمله الملائكة ما رأواها رأوا التابوت يطير هكذا ثم نزل إي ثم نزل أمامهم إن في ذلك لآية لكم أي لكي تصدقوا أن طالوت عليكم إي ملكة إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود هنا أثر العلم يظهر فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده قال في نهر جاي الله تعالى أمرني أن أختبركم في نهر اللي هيشرب منه خلاص مش هيحارب معايا واللي مش هيشرب منه فقط ممكن يعني غرفة كده أو غرفة قراءة ثانية يعني واحدة خلاص ما في مشكلة داي حارب إيه معايا فلما يعني رأوا إنه انكبوا عليه إلا قليلا منهم فشربوا إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده إحنا هنعمل إيه وخد أصبحنا قلة وبنوا إسرائيل اللي كانوا هم يعني عملين رجالة من شوية وعدين يقولوا ابعث لنا ملكا خلاص معدوش موجودين شربوا وعادوا فماذا نفعل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين جماعة أنتوا مش بتغلبوا لأن أنتوا كثير ولا أن أنتوا أقوياء أنت تغلب لأن الله معك هذا اعتقادنا الله تبارك وتعالى إذا أمر بالنصر فهو كائن الله تبارك وتعالى في بدر أيد المؤمنين وأيد نبيه صلى الله عليه وسلم بجيش من الملائكة مع أن ملك واحد يكفي خلاص إلا أن الله تبارك وتعالى أمدهم بجيش من الملائكة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين قلوب متعلقة بربها مش يالله الحارب احنا جهزين لا قل يا رب فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء داود عليه السلام كان لا يزال في شبابه فتن في جيش طالوت وقتل داود عليه السلام جالوت وقيل أن طالوت قال من لي برأس جالوت من يقتلك فأعطيه الملك وأزوجه ابنتي فكان داود عليه السلام هو الذي فعلها فأصبح ملكا تنازل طالوت عن الملك لداود لما قتل داود جالوت وتزوج داود عليه السلام من ابنتي طالوت وأرجو أن تحرك ما تتخشي معي هي الأسماء قريبة من بعضها خلاص لكن هذا طالوت هذا الصالح وجالوت هذا الكافر فختمت القصة بقتل جالوت وبهذه النهاية التي رأيناها من نصر الذين صبروا وعبدوا ربهم واتقوا الله عز وجل والتزموا قول مليكهم ومن قبله قول نبيهم وكذلك الطاعة تجرق الخير دوما أسأل الله تبارك تعالى أن يديم علينا وعليكم الخير غفر الله لنا ولكم أحبتي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هذا وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته